شاهين السؤال الثامن فيه ناس بتقول ان حملة حمدين صباحي بتحاول كذب اصوات طيار الاسلام السياسي ويمكن يكون منهم الاخوان بعد ترجع دكتور عبد المنهم قبل فتوح عن الترسح وان بعض رموز نظام مبارك بيحاولوا يمولوا ترشيح حمدين صباحي تعليقك اعتقد ان بعض رموز حساد نظام مبارك يحاولوا تمويل حملات المشير عبد فتاح السيسي واجباره واخضاعه للترشح للانتخابات الرئيسية وتوريته في هذه المعركة من وجهة نظر الشخصية اعتقد ان النقطة الاولانية اعتقد انه واضح جدا انه لا تصالح مع نظام حسن مبارك الكاسد والمستبد برموزه وسياساته ولا تصالح ايضا مع نظام محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين الارهابية اللي بتصطنع احداث عنفه في الشارع المصري اعتقد ان احنا بنفتح صفحة جديدة في تاريخ هذا الوطن بعد 25 يناير و 30 يونيو لا يصح لأحد على الاطلاق ان يتصالح او يمد يده لتلك النظامين السابقين سواء النظام السابق او سواء النظام السوابق